بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصمين واللعنة دام على دعمنا الآن إلى قيامنا والدين الله محمد رب العالمين كنا قد تناولنا في حلقات سابقة الأدلة القرآنية على شرعية وجوازية زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وتناولنا أيضا جواز وشرعية البناء بناء قبورهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وبيننا بأن البشرية طبعت طبعت على تقديس إعطاء المكان المناسبة لأولئك الذين كان لهم أثر كبير في إصلاح البشرية وجعل هذه البشرية تسير على طريق القويمة الذي يوصل إلى أرض الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أنه ليس فقط قبور أمة البقية عليهم أفضل الصلاة والسلام تعرضت للتهديم في عداء واضح من قبل أولئك الذين عدوا العدة لهذا الهدم في عداء واضح لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي الواقع عداء للمصلحين الذين انتجبهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا نوات لإصلاح البشرية وإيصالها للطريق الذي يوصل إلى أرض الله سبحانه وتعالى وأيضا كربلاء المقدسة تعرضت لهذا الاعتداء وكان هذا الاعتداء من قبل أعداء الله وأعداء الإنسانية وحقيقة المؤرخون لعله ابن بشر النجدي في مؤلفه المتعلق بالهجوم على كرباء يذكر بعض الإحصائيات عنوة وعداء لأهل البيت وليأتباع مذب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام طبعا يقول في سنة في شهر ذا القعدة في سنة 1216 من الهجرة المباركة عام 1801 بالضبط في 20 نيسان عام 1801 ميلادية كان الهجوم على كربلاء طبعا تسوروا جدران كربلاء بهذا التاريخ كان الناس كما تعلمون قد غادروا لزيارة مرقد أمير الممنين عليه أفضل الصلاة وعتم التسليم باعتبار كان الأيام على بواب زيارة زيارة الأمير في يوم الغدير يوم عيد الغدير فاستغلوا هذا الوقت وهجموا على كربلاء بعداد كبيرة تسورواها ودخلوا إلى كربلاء وهذا نفسه يذكر هذا نفسه يذكر ابن البشر النجدي يقول بنص العبارة بنص العبارة يقول دخلنا كربلاء دخلنا كربلاء دخلنا كربلاء وقتلنا أهلها وأخذنا أهلها بنص بنص هذه العبارة وطبعا نحن الآن في القرن الحادي والعشرين شهدنا وناس شهدنا وناس لا حريجة لهم في الدين وقد أخدموا على تهديم قبور الإمامين العسكريين في ساموران مقدسة وأخدموا أيضا على تهديم المنائر التي في أيضا في مرقد الإمامين العسكريين بحادثة ثانية بعد حادثة تفجير وتهديم قبة الإمامين العسكريين بعد فترة أخدموا بتفجير غادر مناء العتبثين العسكريين القوم أبناء القوم حقيقة وأنا أسلفت في حلقة سابقة قلت أن داعش نسفوا إنسانيتهم فضلا عن دينهم ولم يتورعوا عن فعل أي محرم في سبيل وصول إلى غياتهم الدنيئة والتي هي من شاءها العداء لأهل البيت عليهم من أفضل الصلاة والسلام وهذا في الوقع أيضا يعني استتبعه قضية الاعتداء على المواطنين في العراق والنيل منهم وطبعا مع الأسف أو لا تكون لديهم هكذا في كاربو في القرن الحادي والعشرين ولكن سبحان الله كان لهم جلاد قوي من قبل المؤمنين واجهوهم وحقيقة كانت الضرب القاضية في كربلاء وأقصد الضرب القاضية في كربلاء أي أولئك المجاهدين نهلوا من كربلاء ونهلوا من النجف ونهلوا من الكاظمين ونهلوا من العسكريين نهلوا المبادئ الحق في مواجهة أولئك الذين أقدموا على هذه الأفعال مشينوا طبعا أخواني وعزتي هؤلاء لا يبقى لهم أثر بموعد من الله سبحانه وتعالى كل من يعادي أهل البيت أهل بيت النبوة عليهما أبضل والصلاة والسلام فمصيره الخذلان والخزي في الدنيا قبل الآخر وأنا في الواقع لعله خصصت هذه الحلقة للحديث عن أولئك الذين أقدموا على جريمتهم الشنعاء لا سوى نحن نعيش اليوم الثامن من شوال ذكرى تهديم قبور أمة البقية عليهم أبضل الصلاة والسلام هذه الفاجعة التي صدعت قلوبنا واستتبعها أيضا فاجعة تهديم قبور الإمامين العسكريين طبعا أيضا أخواني قبور الصحابة في سوريا أيضا فجرت من قبل أولئك اللعناء داعش ومن لف لفهم قبر الصحابة عمار بن ياسر رضو الله عليه وقبر حجر بن عدي رضو الله عليه أيضا نالت يد الغدر نالت هذين القبرين الشريفين يولاك الصحابة الطاهرين الذين ساروا بنهج أهل البيت عليهم أبضل الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما رضيه ويوفقنا لنفهم ما هي قيمة أهل البيت وما هي مكانة أهل البيت لتوضع في الموضع المناسب ولتقدس ولتحترم لأن نناد بذلك يرضى الله سبحانه وتعالى وأن نناد شفاعتهم إن شاء الله يمتنصب الموازين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطارئين وصولين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة